اشتركوا في القناة رؤية الميت في المنام من الرؤية المهمة جدا على الاطلاق لان رؤية الميت في المنام تعتبر رسالة للرأي ربما تكون رسالة تحذيرية ليه وربما تكون رؤية مبشرة ليه بقدوم الخير وربما تكون حلم شيطاني فلو جالك الميت في المنام على هيئة حسنة وامرك بعمل خير او بشرك بشيء خير تعرف ان الحلم ده حلم او رؤية صديقة بتبشرك بقدوم خير واذا نهاك عن فعل شيء غير جيد في حياتك ايضا دي رؤية صديقة وهنا بتكون رؤية تحذيرية ليك اما لو جالك امرك باي شيء يغضب الله او اي شيء غير جيد يعني لما يجيلك الميت في المنام بيؤمرك باي شيء غير جيد او امرك بشيء يغضب الله تعرف ان ده حلم شيطاني لان الميت في دار الحق ولا يأتي الا بالحق اما رؤية بكاء الميت في الحلم لها دليلات كتير جدا فلما تشوف ان الميت بيبكي مع ارتفاق صوت البكاء بشدة بيدل على ان الميت ده بيتعذف في الاخرة بشكل كبير واللي شوف في منامه ان الميت بيبكي ويصرغ بشدة دليل على ان عقابه شديد وانه هو بيعاني من عذاب في الاخرة من كسر الزنوب اللي اقترفه في الدنيا يعني وبعد الرؤية دي مباشرة حاول ان انت تخرج ليه صدقة حاول انت تدعوه ليه بالرحمة والمغفرة ويعني والسيادة الارمالة اللي شوف في منامه ان زوجها بيبكي بشدة بيدل على ان السيادة دي بتفعل كسير من الاعمال اللي بتغضب وتزعج زوجها كتير ورؤية الميت في المنامه وهو بيضحك بعد كده يتحول ضحكوا لبكاء مع الضموع ده بيدل على ان الميت ده نهايته كانت سيئة يعني ايضا لما يشوف الرأي ان الميت بيبكي بشدة يعني ده بيكون دلالة على الديون اللي هتقع عب على المتوفي وطبعا ما سددهاش اشارة للرأي ان هو يسدد عنه دائما ايضا يعني رؤية بكاء الميت في المنام ربما يدل على ندم المتوفي كثيرا على ما ارتكبه ومزروب في دنيا رؤية الميت في المنام بتدل على مدى تعلق الرأي بهذا الشخص بكاء الميت مع النحيب او صوت مرتفع بيدل على ندم الميت على افعاله السيئة اللي ارتكبها مثل قطع الارحام رؤية الزوج زوجته المتوفيه بتبكي في المنام بيدل على اعتابها ليه ولو مو عليه على افعالها يعني على افعاله اللي بيفعلها في الحياة وبيأثر عليها سلبا رؤية الزوجة زوجها المتوفي في المنام وهو بيبكي بيدل على ان الزوجة دي تفعل كثير من الاعمال الغير صالح وانه غير راضي عن ذلك على الاطلاق بكاء المتوفي مع ظهور صوت قنين بيدل على سوق عاقبته على ما قمع به من افعال غير صالحة في الحياة والحالم اللي شوفه ان المتوفي بيبكي في المنام دول شراخ بيدل على ان الميت ده قد اساء للحالم وتسبب ليه في العديد من المشاكل الحالم اللي شوف الميت بيتبدل حاله من البكاء لفرح بيدل على انه يقع في مشكلة كبيرة ولكن لن تدوم وهتتحل سريعا بامر الله لما يشوف الحالم في منام انه هو بتشجر مع المتوفي بعد كده بكى بيدل على ان الرأي ده بيرتكب الكثير من الافعال السياه وان المتوفي ده بيريده انه ان هو يبعيده عنه دليل الدموع الاب الميت في الحلم وهو بيبكي يعني بتدل رؤية بكاء الاب الميت في المنام على انه هو يقع على ان الرأي ده يقع في مشكلة كبيرة ربما مرض او تعرض ربنا بشاركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤية متعلقة بالموت او الميت عماتا في المنام التي تكتبها الناس في الفيديو علشان نفسر لكم فاصل اخت ما تنسوش تشيركم في القناة فعلوا جرس علشان قناتكم بتوصل لك بالخضر منكم من الناس والى اللقاء في فيديو اخر السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة